استهداف طائرات التحالف السعودي عشر مزارع في منطقة ميدي بحرض في محافظة حجة غرب اليمن دفع بعشرات الأسر إلى النزوح من هذه المزارع والقرى القريبة الميادين رصدت حالة هذه الأسر بعد نزوحها هربا من هذه الغارات أحمد عبد الرحمن ما بين جحيمين يعيش هؤلاء الناس الفقر الذي يرزحون تحته وغارات التحالف السعودي التي قذفت بهم إلى هذا العراء المعاناة الدائمة لسكان منطقة ميدي في حرض الحدودية غربي اليمن لم تشفع لهم عند طائرات التحالف وصواريخه وقذائفه فكانوا مزارعهم هدفا للحملة الطائرات السعودي تضرب علينا شمال ويمان فحصينا بالخوف فنزحنا في صحرة لا فيها مياه ولا فيها كربا ولا فيها واصلات على ملامح الكبار تتراكم عقود من القهر والألم أما بالنسبة إلى هؤلاء الصغار فالبؤس وحده يمثل سنوات حياتهم أسر صنعت ملاجئها من القش وأسر نزحت إلى مدن بعيدة وأخرى لجأت إلى المساجد لعل مآذنها تردع الطائرات أكثر من خمسين أسرة يعيش أفرادها التشرد بكل تفاصيله المؤلمة حياة بداية تفتقر إلى أبسط المقاومات وضع يتمنون أن لا يطول مدينة تقع بين ثلاث محافظات لم تستثني الطائرات السعودية شيئا فيها لقد أغارت على كل شيء المزارع والمنازل والموانئ والجمارك وحتى الجسوم من حرض إلى صنع غارات لا تفرق بين اليمنيين حيث دفعت ببعضهم إلى حياة النزوح والتشرد ودفعت بالبعض الآخر إلى القبور والمستشفيات فيما تدفع بهذا البلد عدة عقود إلى الخلف أحمد عبد الرحمن الميادين